واقع محتدم ومجهول المآل تعيشه اليمن فالمفوضات التي كان يعقد عليها اليمنيون آمالهم بالحل انتهت بعد شهرين من المهاترات والجدل العقيم بالاتفاق على موعد لانطلاقة أخرى بينما استمر الوضع الميداني على حاله في استمرار المعارك والقتال ونزف مزيد من الدم جراء حرب الميليشيا وللنفاذ من هذا الواقع لا بد من تحقيق أحد خيارين إما انتصار عسكري شامل على الأرض أو انفراجة للوضع السياسي العقيم المعطيات تشير إلى أنه تجري العدة لحسم أحد الخيارات فالعاصمة السعودية الرياض تشهد هذه الأيام تحركات مكثفة يرى الكثير من المراقبين أنها تأتي في إطار تدارس وإقرار الخيار الفصل لإنهاء معاناة اليمنيين الرئيس هادي وخلال لقائه الملك سلمان ظهر حريصا على الإشادة والإشارة بالخيار العسكري مؤكدا أن عملية عاصفة الحزم نجحت في قطع يد الفتنة التي كانت تسعى الميليشيا لإحلالها في اليمن والمنطقة على حد وصفه بينما فسر الناطق الرسمي للميليشيا عودته من الكويت إلى الرياض بدلا من صنعاء بإجراء مزيد من التفاهمات معللا ذلك بأن أي حل سياسي لن يتحقق إلا بإجراء التفاهم شامل مع المملكة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ هو الآخر يكثف من لقاءاته بقيادات التحالف العربي للحفاظ على دوره الذي بات يهدده الفشل نتيجة تعنت الميليشيا تتضاءل فرص الحل السياسي يوما بعد آخر لتتجه البوصلة نحو الحسم العسكري خصوصا مع استمرار التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني في المناطق المتاخمة للعاصمة صنعاء